مع تكشف تفاصيل أكثر عن خلية الصلط الإرهابية التي تم ضبطها وإفشال مخططاتها في الأردن أكد وزير الداخلية الأردني أن المتطرفين لم يشكلوا تنظيما في البلاد ولكنهم يحملون فكرة داعش الإرهابي وقد كشفت التحقيقات معلومات عن عمليات إرهابية أخرى كان يحضر لها الإرهابيون ضد أهداف مدنية وأمنية الأردن يتعاطى بحزم مع هذا الملف للقضاء على الإرهاب في البلاد ولقطع طريق الفكر المتطرف إلى مدع عام محكمة أمن الدولة الأردنية وصل ملف خلية الصلط لتبدأ مرحلة معمقة من التحقيقات حول انتماءات وتوجهات عناصر الخلية والخطط التي كانوا ينوون تنفيذها قبل إلقاء القبض عليهم المتفجرات التي استعملت محلية الصنع وحكيناها في البيان الصادر الإرهابيون ليسوا تنظيما ولكنهم يحملون الفكر التكفيري ويأيودون داعش التحقيقات السرية ولا تزال جارية وسوف تعمل أجزة الأمنية على توسيعها حسب مقتضيات التحقيق وفيما شيعت جثامين من سقط من قوات الأمن فإن مؤسسات الدولة الأردنية لا سيما الأمنية منها تعمل من خلال خطة مدروسة للتصدي للأفكار المتطرفة مستفيدة في ذلك من تجارب سابقة في محاربة الإرهاب سرعة استجابة الأجزة الأمنية بكافة قطاعاتها وعلى رأسهم دائرة المخابرات بأنها لديها يتوفر بنية معلومات كبيرة ولديهم احترافية عالية في تحديد الخلية بالضبط وتتبوحها وأنا أظن أنه استفادوا من الخبرات والتجارب السابقة حسب التحقيقات في القضية فإن المخطط الذي وضعته الخلية كان مقررا له أن يكون أكبر من الهجوم الذي وقع على مركبة لقوات الدرك لكن السرعة والخبرة في التعامل مع الحادثة أفشلا تلك الخطط في مهدها وفقا لمعنيين فإن الكشف عن خلية السلطة الإرهابية أوضح أن منظومة الأمن الأردنية قادرة على قطع روابط التواصل بين الإرهابيين المحتملين في الداخل وبين التنظيمات في الخارج أمر من شأنه الحد من خطورة الخلايا التكفيرية داخل الأردن نايف مشاقبة سكينوز عربية عمان وينضم إلينا الآن من عمان عضو مجلس العيان الأردني ووزير الخارجية الأسبق العين ناصر جودة معنا الوزير مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من جديد نتحدث عن هذه العملية الأخيرة التي شهدها الأردن كما جاء في تصريحات وزير الداخلية عناصر محلية لارتبات مباشر لها بجهات خارجية أو بتنظيمات خارجية إلى أي مدى مع ذلك يمكن أن نقول هذه العملية منفصلة عن ما يجري في محيط الأردن الإقليمي سواء في العراق أو في سوريا أو في أماكن أخرى مساء الخير مهند الإرهاب إرهاب وبصرف النظر عن أصناف المختلفة أو إن كان منظم أو إرهابيين تابعين لتنظيمات أو مجندين ذاتيا العالم اليوم كما نقول دائما وكما كنا نقول منذ زمن طويل بأن العالم يتأثر بهذه الآفة يتأثر بهذا الفكر السوداوي بهذا الفكر التكفيري الظالمي الحقيقة بصرف النظر أنه متصل بتطورات محلية أو إقليمية أو مرة أخرى خلية منفصلة إرهاب إرهاب وقد نذرنا أنفسنا في الأردن بأن نقاوم وأن نكون في طليعة من يقاوم نحن في الأردن لا نتقدم ثم نتراجع نتقدم وبخطة ثابتة لدحر هذا الفكر المتطرف ولمحاربته بكشفية الوسائل ولكن ما عليك لو كان هناك عناصر خارجية أجنبية غير أردنية متورطة في هذه العملية قد يكون هذا الأمر مفهوم بالنسبة للبعض ولكن أن يكون جميع المنفذين هم من الأردنيين وهذه لست المرة الأولى بالمناسبة أعتقد عملية الكرك كانت أيضا من عناصر محلية هذا يدل على خطورة معينة حساسية معينة أن هناك بيئة جاهزة قابلة لتقبل مثل هذه الأفكار المتطرفة كيف تنظر إلى ذلك معليك نحن نقول باستمرار بأن المعركة مع الإرهاب أو الحرب على الإرهاب حرب مفتوحة ومستمرة ونحن في الأردن مستهدفين وهناك تطور هائل في وسائل الاتصالات والتكنولوجيا ومرة أخرى دول العالم منفتحة على بعضها البعض قد يكون هناك تنظيمات وواجهنا مثل هذه الحالات في الماضي وفي المرة هذه هناك إرهابيين مثل ما ذكرت تصريحات الرسمية وزير الداخلية والأجهز الأمنية بأنهم نعم جميعا أردنيين مهم من أصحاب الفكر التكفيري لا ينتمو إلى تنظيم معين ولكنها خلية الإرهاب إرهاب مرة أخرى مهند إلى أي مدى قد تكون مثل هذه العمليات أو مثل هذه الخلايا مرتبطة بقضايا داخلية معليك مسألة عدم الرضا التي شهدناها في الشارع الأردني في الأوين الأخيرة التظاهرات على الدوار الرابع إلى أخيره الاستياء التهميش الذي تشعر به بعض الفئات الشعبية إلى أي مدى هذه العوامل لها علاقة بمثل هذه الحوادث لا مهند أرجوك أن لا نخلط الأمور ما حدث في الأردن مؤخرا من التظاهرات سلمية لأمور داخلية اقتصادية اجتماعية كان يوصف بأعلى درجات المسئولية والديمقراطية وممارسة الحق في الإبداء عن الرأي والتعبير عنه وقد نتج عنه تداعيات سياسية شاهدناها من تغيير حكومة وغيره هذا الأمر لا يرتبط بالإرهاب الأردن جميعاً كل الأردنيين السواد الأعظم يعني خط واحد خط دفاع أول وأخير بمقاومة الإرهاب وكل من يحاول أن يستهدف الأردن دعني أقول مرة أخرى لا نخلط الأمور ولكن دعني أقول بأن مكافحة الإرهاب سواء كان هذا الإرهاب من تنظيم ذاتي داخلي أو خلايا منفردة أو ذئاب منفردة أو غيره حقيقة هناك ثلاث عوامل أساسية تشكل مجموعة أساسية في مكافحة هذا الإرهاب أولاً الإرادة السياسية والشعبية ونحن نملك الإرادة السياسية وخاصة إذا كانت هذه الإرادة مستندة إلى شرعية شاهدتم تصريحات جلالة الملك نحن في طليعة الحرب على الإرهاب وملتزمون بهذا وننسق مع جميع الدول والإرادة الشعبية موجودة مرة أخرى الأردنيين متكاتفين صف واحد ضد الإرهاب وضد كل من يستهدف أمنهم وأمن المواطن العامل الثاني الأساسي هو الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية وهذا طبعاً موجود والعامل الثالث طبعاً هو تناغم مكونات الشعب المختلفة إن كانت مدنية أو عسكرية أو حتى نستطيع أن نقول وسائل التواصل والسوشيل ميديا هذا عامل مهم جداً المهم في موضوع مكافحة الإرهاب أن نترك للأجهزة الأمنية عندما يكون أمر يحصل مثل عملية المداهمة بالأمس أن نترك للأجهزة الأمنية والعسكرية المجال في التصدي لأي مخطط نحن بالمناسبة صار هذه المداهمة وصارت هذه العملية بالفحيط قبل ذلك وأحبطنا ما قد يأتي لا سمح الله ولا قدر ولكن نحن في بعض الأحيان يمكن مقصرين بحق أنفسنا نحن نحبط الكثير من هذه المحاولات للنيل من أمن الأردن واستقرار لذلك يجب أن نتحلى جميعاً بالمسؤولية يجب أن نترك للأجهزة العسكرية والأمنية المجال للقيام بأداءها الأداء المقدسة الذي نظرت أنفسها كل هذه الأجهزة للأداء به وشفنا الشهداء التي قدمناهم لحماية الوطن والمواطنين فأرجو أن لا نستخدم بعض وسائل الاتصالات الحديثة للاستماع إلى الإشاعة المغرضة أو مما قد يعرق العمل الأجهزة الأمنية ما عليك التعامل الأمني في الأردن السجل السلطات الأمنية واضح ومشرف يعني دعني أقول في التعامل مع مثل هذه الحالات ولكن التعامل الأمني لوحده لا يكفي كما يقول الكثيرون هناك جانب فكري جانب تثقيفي جانب تربوي يجب أيضاً أن يكون جزء من الاستراتيجية الكاملة للتعامل مع هذه الآفة أو هذه الظاهرة إلى أي مدى الأردن يعني نجح وينجح في هذا الجانب نجح بكل تأكيد خياله واسع أي شخص بيعتقد بأنه هناك إمكاني للقضاء على الإرهاب طالما هناك شر وطالما هناك هذه الأيديولوجيا المتطرفة وطالما هناك العوامل التي تغذي الإرهاب لن نستطيع أن نقضي على الإرهاب وإننا نستطيع أن نحارب بفعالية كبيرة بالمناسبة جلالة الملك قبل سنوات وصف الحرب على الإرهاب بأن حرب عالمية ثالثة بأدوات أخرى وبأسليب أخرى وهذا ما شاهدنا نعم اللي فضلت فيه صحيح الموضوع ليس حرب عسكرية وأمنية واستخباراتية فقط هذه مهمة وهذا خطر آني وداهم أما الموضوع الثاني هو موضوع فضل النزاعات النزاعات تغذي الإرهاب علينا أن ننظر بشكل حقيقي إلى فضل النزاعات وإلى حل الأزمات القضية الفلسطينية الأساسة التي ما تزال بدون حل ما يجري في سوريا ما يجري في كثير من الدول والموضوع الثالث طبعا هو معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الموجودة في كل أنحاء العالم هذه الرزمة اللي بنتحدث عنها كل هذا بساعد في الحد من هذه الظاهرة وبساعد في محاربتها بكفاءة عالي لكن نحن في الأردن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف بها نحن نعاني من الإرهاب من عقود قبل ما حتى العالم يسمع بالإرهاب لأننا أصحاب موقف وأصحاب قضية وأصحاب رسالة الشهامة لها للأسف ثمن ولكن دائما شعبنا مقدام وجيشنا مقدام وأجهزتنا مقدام والتزام الأردنيين بمكافحة الإرهاب والتصدي له عسكريين ومدنيين وأمنيين هذا أمر مفروغ منه معليك الأردن يلعب دور أساسي في الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب وهو جزء من التحالف الدولي إلى أي مدى برأيك هذه الجهود الدولية الجهود متعددة الأطراف نجحت بالفعل على الأقل وضع حد لهذه الظاهرة خلال السنوات الأربعة والخمسة الماضية وما الذي يمكن أن يفعل بطريقة مختلفة للتعامل بشكل أكثر فاعلية معها النجاح المحلي أو الإقليمي أو الدولي مرة أخرى هو موضوع نسبي نعم إن كان نحن في الأردن أو نحن في الإقليم في المنطقة أو فيما يتعلق بالجهد الدولي في محاربة الإرهاب أثبت بأنه في نجاحات كثيرة حصلت في السنوات الأخيرة هل انتهت المعركة؟ لا يمكن أننا ما زلنا في بداية الطريق ولكن نعمل الآن بتنسيق دولي أفضل بإمكانيات أحسن والأردن أعتقد في هذا المجال في طليعة الدولة ويؤمن ومن البداية كنا ننادي دائما بأن يكون هناك تشارك للمعلومات الاستخبارية وتشارك في الجهود الأمنية والعسكرية لا تستطيع في هذا العالم الذي نعيش به وهذه الثورة في الاتصالات وهذه الوسائل الإعلامية التقليدية وغير التقليدية لا تستطيع أي دولة بمفردها أن تقاوم أو تحارب الإرهاب لوحدها يجب أن يكون هناك جهد منسق ومرة أخرى طالما أنت شخص أو دولة عندك رسالة وعندك إيمان وعندك عقيدة وعندك شرعية للأسف ندفع الثمن ولكن هذا لا يعني بأن جهودنا لا تستمر وبكل فعلي لمحاربة هذه الآفة أخيرا معليك أشرت إلى بعض القضايا التي يجب حلها يجب تناولها بشكل جدي حتى ربما نقلل من هذه الظاهرة ظاهرة الإرهاب القضية الفلسطينية أشرت إليها قبل قليل إلى أي مدى القرارات التي اتخذت مؤخرا من قبل الإدارة الأمريكية تحديدا نتحدث عن القدس عاصمة لإسرائيل نتحدث الآن هناك حديث عن إمكانية إعادة النظر في إعداد اللاجئين الفلسطينيين كل هذه الأمور إلى أي مدى تحدث أثر عكسي نتيجة عكسية للجهود التي تقوم بها أو يقوم بها المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب أنت مهند تتحدث عن جزئية جزئية مهمة جدا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في تاريخ القضية الفلسطينية قرارات نعم اتخذت لكن لنتحدث عن الموضوع من الزاوية الأشمل والأوسع عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عدم إعادة الحقوق للفلسطينيين عدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل هذا النزاع والمنطقة أن تعيش بأمن وسلام يشكل عامل أساسي في عدم الاستقرار ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم لطالما تحدثنا في هذا ولطالما حذرنا العالم بأن عدم حل هذا النزاع سيعزز من عدم الاستقرار ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم هناك أزمات كثيرة أنا تحدثت عن حل الأزمات كافة ولكن في صلب هذه الأزمات القضية الفلسطينية هناك تراجع لا شك بسبب القرارات الأخيرة ولكن إيماننا مطلق وموقفنا راسخ وثابت في المملكة الأردنية الهاشمية دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني فلسطيني عاصمة القدس الشرقية هذا يعني كلام لا يمكن أن نحيد عنه ولا يمكن أن نساوم عليه ونؤكد مرة أخرى بأن جوهر الصراعات هو القضية الفلسطينية عضو مجلس الأعيان الأردني ووزير الخارجية الأردني الأسبق العين ناصر جودة شكرا جزيلا ما عليك على وجودك معنا في غرفة الأخبار